غيب ثلاثة سنين وليت حذر علاش خاطر نشوف في حاجات معناها قريب تولي مرادة غيبك ثلاثة سنين كان عنده عنده سبب اخر حوار مع نوفل الحوارات اللي عملتهم الكل 90% نخرج 10 يوم منهم عنده فما مناشطين متاع راديون متاع تلفزة اللي يبدأ بالكيتشي واذنوه يكلموا يقولوا هذي تقولها هذي ما تقوليش حتى كتبدا محذرة في الاعداد يقولوا ليه هذي ما نحكيوش فيها حتى انترفيو عملتوا في التلفزة في تونس وما قصوش فما ضغط على القنوات الخاصة خاصة من هالناشحة من احزاب سياسية عملت لك حتى مشاكل وصلت تهددت حتى بالقضي ايه طبعا معده اليوم نجمو ننساو بي فيلم الرسالة ايه نجمو ننساو ايه نجمو ننساو ايه بيانسور طبعا لا لا بالتكنولوجيا جديدة وبالدقة متاع صورة جديدة وباللقيتو في الامارات ملقيتوش في تونس اول شي هي لا سيكوريتي يعني كتحس بالامان بالحق يعني معده انا نجم مثلا ولدي نضيعو في مول ويجيبوه لي مابوح ما نضيعش ولدي انا عادي تكسع غان مزرلي مرحبا شو حوالك مرحبا بيك انتي سوهيل في دبي مرحبا بيك انتي في البودكاست حيث وانا مرحبا بيك في دبي وان شاء الله نعاديه حلقة مزيانة اكيد شو الاجواء في الامارات دي جواء كل بصراحة، في الامارات يعني بارشا حاجات بارشا استريس مرتاح منه بارشا حاجات معانيها اساسية في الحياة متوفرة أسهل العيشة هنا؟ أسهل أو أصعب؟ أسهل من ناحية؟ يعني مقارنة بتونس هو الحقيقة وماذا به لو كان في تونس وكان يلقى السيكوريتي واللوكس والراحة اللي يلقاها هنا معنا ما نمنشنا ياسر بفكرة العربة لأنه وبالنسبة لأينا كيفش بش نقول معنا مبلاستي هي وين فما عائلتي وين فما أنا مرتاح وين نلقى الروبير متاعي نتمنى أن يكون موجود في تونس وديما نمشي ونجي على تونس أكيد أما بحنا أرتاح وكاوة معنا شو نجعون نحكي أكثر على التوزكية عيشة في الإمارات في دبي في أبوظبي أنت بستقر في أبوظبي ويش نحكيه أكثر تفاصيل من بعد شوية غيب ثلاثة سنين غانم على على الإعلام عندك برشة ما عمتتش ديكلاراسيون بورطوم أنت غانم من اللي إذا أختيست أو من الممثلين اللي معروف برايهم ثلاثة سنين مش شوي كميم اخترت أني ما عادش نحب نعطي رأيي في كل شي الممثل حاشته بحاجة تقعد شوية هكا مخبية حاجة يستحفظ عليها يستحفظ عليها الروح يستحفظ بهكا التاقة للي بي الفايدة اللحظة اللي بيش يلعب لحظة تعامله مع الشخصية فقررت أني نوفر تاقة للعمل الحقيقي للشي اللي أنا مطالب اني نعمل الشي اللي أنا محترف فيه لكن زادة حتى الممثل مطالب أنه يعطي رايو مش دائما هو مرقاة للمجتمع مرقاة للناس اللي يدبعوا فيه أي فان بغانا ينجم يروحوا فيه يعطي نجم يعبر عليه متفاهمين لكن احتياطا وحذراً اخترت أنه في وضع تونس كل يوم أنه إنسان يغيب ومش لازم يعتراه في كل شي زيد نهرة ومقبل ما عملتش كانت تحسبهم لزا انترفيو تلي اللي عملتهم يتحسبوا بالسوابع على خاطر نخير أنه خدمت يالي تحكي علي أحياناً نترشق ما هو فما الفيسبوك وكل رغم لينا حتى للسوشال ميديا جو سوي ديستان صحيح عليش خاطر بنادا نحس أني عندي بوليس معايا في الفرش في التليفون بعد ساعة ساعة اليومرة وتبدأت تحكي على موضوع نحكي نميك على موضوع تطلع لكم بعد على النفس اللي كنا نحكيه فيه مع تماماً ما نعرفش تخاف؟ تخاف من السوشال ميديا؟ ولا يتحذر؟ عليش؟ خاطر نشوف فيه حاجات معناها قريب تولي مرادية معانتها أنا شوفت مثلاً إنسان تونسيا مصور بعيد الشر بوخ يطلع في الروح ولحظة اللي توفى فيها بوخ وكتب الله يرحمك يا بابا معناها هذين مولا ما عادش نجمي يحس إنه هو تعزى إلا في عيشة فيرتويل أترابل فيسبوك يعني يمكن يوصل بيش يوصل بيش شيء للغادي بعدها ضميو حتي يكون حاضر وكهو ما أحياناً اضطر إني نعطي رأي في شيء ولأني نساند شيء على خاطر فينا الموه ثمع منه هذك هزيتها في السوشال ميديا معنا الفيسبوك عرفناه في تونس في 2011 وقت اللي الناس كل بدت تتكلم وبدت تتحكيه وكل أنا عندي فيسبوك من الفين وثمانية قبل الثورة ايه اما ولأ انت في تبيعتك معناها يعكس يا طبيعتك ولا ما انت في الحياة العادية انت تش بدروحك هكا لا لا كنت تشوف التونس اللي في بوذبي كل يعرفوني مثلا صحابي أصلا ما عنديش مشكلة في حياتي ما عنتها أما برابور للفيسبوك ساعة لساعة الواحد ينجمي غلط راه نجمي يبدأ امبورتي بمعلومة غالطة مثلا اللي هي تنجم تكركر وراها ألف متاع الناس ولا ملاينا متاع ناس ممنين بفكرة ويتنجم تكون غالطة لأنه المارج متاع المصدر المعلومة معاتش موثوق معاتش معروف منين في الفيسبوك أي واحد ينجمي يبرتاجي حكاية جس باش الناس تتبع طيق بلي تنخذ شي أخفض أكثر جميع غياب تلتسين على الإعلام على التلفزة آخر باساج ليك كان مع نوفل في في لابيس ووقت كنا نصوره في فيلم ذافر فيلم غدو فيلم غدو العابدين شنو صار بعد الباساج هذيك علش ما عودش باساج آخر بعده عنده علاقة باخر باساج؟ الباساج هذيك هو داخل في البروموسيون تاع الفيلم اللي أنا شاركت فيه مع ذافر عملت فيه دور صغير عملت معاه مشهد وانا فيلم حبيته يسر وحبيت التجربة مع ذافر وكل فمن باب الدعم للاكسبرينس هذيكا نعمل انتريفيو باش معانتها لأنه فما عمل قاعد يتعمل لازم الناس تعرفوا ونعملوا دزة هكا شوية ما كان فما سبب من بعد ما ما ريتش سبب اني باش نمشي نعمل انتريفيو وجيت بعض الاقتراحات الحقيقة فما بعض الناس اللي نلقى معهم راحتي ولي نحبه غيبك ثلاثة سنين كان عنده سبب اخر اخر حوار؟ مع نوفل؟ شنوه؟ اخر حوار؟ لا ما مش نقول لك بسراحة انما الحيوارات اللي عملتهم الكل تسعين في المئة نخرج دس يوم منهم معانتها يعني ما يخفى لحد دراهوة من عرشته فما ناس تقول لك احنا في تونس ترزينا في الحرية مثلا فما الناس تقول لك احنا توامعات شوما حرية فاش قاعد يتحكي في وقت اللي في الوقت اللي يسميوا فيه حرية فما مناشتين متاع راديون متاع تلفزة اللي يبدأ بالكيتشي واذنوه يكلموا يقولوا هذي تقولها هذي ما تقوله حتى كتبدا محذرة في الاعداد يقولوا ليه هذي ما نحكيوش فيها فما حتى شكون يقرر شكون يدخل للتلفزة وشكون ما يدخلش للتلفزة هذا معمول به في كل الدول ولا في الدول لكن في دولة تدعي حرية التعبير وكل ما وش معقول انك تخطت واحد يعمل سانسور مالاشنية سانسور فما حاجات ما تتجمش تقولهم في الوقت اللي يحكيو عليه هو وقت الحرية زعمه اليوم ما عادش وقت الحرية فما حاجات ما كانش ممكن تحكيه كانت تحكيهم يا ما يقصوهم ولا يقصوا لكل سينك مثلا قصلك حاجات اي بان سور حاجات غراب حتى انترفيو عملته في التلفزة في تونس وما قصوش كل انترفيو يتقص كل انترفيو لازم فما جزء يتقص شو سبب انا النجم نحلالها ونفهم شنية لكن كان فما لكن المعد او مقدم البرامج اللي يقص كلام فنين له المعد له مقدم البرامج اللي يقص الكلام هو السيد اللي يحب يتحكم ويحب يصغل فما ضغط على القنوات الخاصة خاصة من هالناشحة من احزاب سياسية هذا واضح معناه ناس كل تعرف اللي سامي الفيري دخلوه وخرجوه للحبس ورميوه وقالوا وموقوفه وغير 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 فما ناس تحب تدخل تحب تضغط معناه فهذو ما ناس باش يتواصلوا ويكملوا وعيشوا ما عندهم حتى حل انهم لانهم يكمبوزيوا معهم تبقى اللي في اليماج من بره اللي في اليماج من بره انه هاكا حرية التعبير وكل وحكم ووش صحيح كلام القلق شهات جهات سياسية؟ طبعا ان شاء الله ارتحنا منه على طول معانتها حركة النهار؟ اه اللي كان يعرفنا بالواحد معاناها معاناها انا راهو انا كممثلين كشخصيات عامة وكحتى مواطنين يعرفنا اقوى من البوليس متاع بن علي اللي كانوا يضربوا بيه المثل والاستعلامات هذي كوكل عندهم اقوى من الاستعلامات استعلامات؟ انا شخصيا معانتها مع عمري ما كنت لكزق بمعنى انه ما عنديش موقف سياسي عندي ديما معانتها عندي تحليلي الاشياء وعندي فاهمي وعندي وعندي سياسي كبير من وقت اللي انا كنت طالب والناس تعرف هذا معانا فهذو ما يعرفوا تاريخ الناس ويعرفوهم شنوة وموقفهم وكيفش يفكروا كله ويعديوا هذا فما ناس اللي ما معانتها الغاية من الانترفيو اللي تعمل ولا وقت اللي تتوجه للناس بالكلام الغاية منه انها هي تظهر مزيانة ومرقلة وما عنده مشكل ما حتى شي وما يشبط حتى شي شو تقول بينك وينروحوا كي تتفرج بعض هذوكم اللي يتعديوا قصد نعرف فهمتك لكن البعض كي تتفرج فالرانجوية في التلفزة ولا نعرفش في الإداعة إداعة ما تصورش فما سانسور خطره مباشر جاني غالموك يبدو مباشر مع لكن في التلفزة كي تشوف فما كلمت قصلك شو تقول بينك وينروحوا ما عملتش حتى رياكسيان وقتها لاني معانتها قلت اينا شو مهزني اينا شو مهزني ما عانتها لي جابته سقيل عصالي هكا هو هكا هو الوضع ما حاولتش انك تهز تليفون تكلم فريق العديد فريق العديد ظهر انه ما عندوش حتى فكرة على الموضوع يعني أصلا استغربوا يمكن وقتها ليتفرجوا ما لاحظوش انه شي تحذف ولا حكاية ما كان فما موضوع بشي تحكاية هكا تحط في في الإكران من تالي ومبعد اتنحق بطلو همش بشي يحكوا فيه فهم موضوع اخر حكينا فيه وعطيت فيه رايو كله ومبعد قص كله بو وعلا انتوك تحيي لزمالي الكل ما عانتها طاول ناس ما عانتها تفرجوا فيه يقول لك هذي خرج من تونس وخرج من العليم تونسي بشي يتاك اللي تحيي لليم ليش نتاكي في العليم تاعتونس انا من الخرجت من العليم انا بلكش مش قاعد نعمل في ديزان تيرفيو لهوني الا في حتى بلاسة انا قطلك ماذا بيا وقت لي بش نعمل انتيرفيو نعمل انتيرفيو خطر عنه حاجة عندي حاجة مش نحكي عليها انا جو بخيفيغ نحكيو على مساسة المعاوية مش نحكيو على مساسة المعاوية خير من اللي نحكيو على مش نوع دولك ما يتقص شي احنا بودكاست لا لا ما تهني هكاك مكش موجود في تونس دوك مستقر في ابو ظبي قدش عندك موجود في الامارات او شو علاقتك بالامارات علاقتي بالامارات هي انه اولي تولد هوني في ابو ظبي رب فضلولك علاقتي بالامارات انه انا من الفين وثلاتاش نمشي ونجي قبل ما نستقرر في الفين وتسعتاش واستقريت لي اسباب اساسا عائلية لانه شفت انه معندها للمصلحة العائلة الصغيرة متاعية انا بقاهم موجودين هوني وهذا كالي صار فكان اختيار صعب شوية معندها لكن قلت هيا خليني نمشي في فالبريوريتي هذي اللي هي اهم معنيها في الخرب وكل معادها وموقفتش قعدت مواصلة في تجربة اخرى البرة من تونس وفم اشياء ما ما زلت يعني احسن ان الواحد افتح اكثر وتقريب زادة من بعد التجربة متاع مسلسل يعني يعني متاعوت انا بتبيعته بعد كل سكسي في تونس ديما فم شوت وليت انحظر روحي جاء امورتي لحكاية هذيك ومشيت خير لحكاية لاني جاي مع منطق اخر وثقافة اخرى وهذا كل ما دونك معتا نحكيو على عيشة في يغوظبي قلت في تصريح ليك ما تحسش بالامان في تونس هي للأسف يعني جاء وقت شو نقولك في تونس في تونس يجب ان تخلق انت الامانة متاعك مع انت مشاء لا تتحسن الامور ربما فم وعي انت تحب تبدل اليوم ولا تحب ترجع تونس اللي نعرفوها اللي تربينا فيها وكل لكن انا كي كنت في عمر والدي نمشي للمدرسة على سقايا اليوم عاش ناجم تسير الحكاية ذي في تونس اي قبل بالحق بركنتر هنا في ابو ذبي يقص الكيس يعرف تعلم على روحه يمشي هاي كمدرسة نتيعة قريبة الامور يعني مش مجرد اختيار انك موجود في ابو ذبي مثلا الموضوع انه مدروس جدا اختيار تعتبره موفق جدا طبعا لي مانيش نايدم جو ركريت با نحس اللي معانتها هوني جاي دي غروبير وعندي اصدقاء وعندي حياة وعندي معانتها اشياء اللي لازم نعملها في وسط العام وتونس كيف تبعت الحقيقة يعني تونس وليت عندي هنا بصراحة معانيها بخلاف شوي اصحاب البحر متاع قربة وثانية واكاو تقل Gröحك متخروشiedo من الواء بالحلى بدنك يتوحش اكثر حاجة تنقصوك اكثر حاجة تنقصني اουν هي هادية حعت هي الشاي اللي انا عمري تعلمته نعم عمري 17 so اومي طيشني في الماء بالتمبراتور بالملح هدا باكة الريحة ه какая هداك اللي نتوحشو معاندها لونة سماء نجم نتوحشوا عندها لأنه هذاش نوع ما هنا حياتي زادا عندي واضح به غانم زريلي الشخص البداية كيفش كانت هتاليوم كي نحكيه على أول باع ليك في هذا الميدان ميدان التمثيل كيفش كيفش كانت شنو تتذكر منها أول لحظة نتذكر نتذكر بطبيعة وعليقتي بالموضوع ذايا بدايتم اللي أنا عمري ستة سنين اللي كان أول عرض مسرح ينتفرش فيه تا خالك لا خالي خالي كان الله يرحمه خالي كان تكنيسيان كان مهندس إذاءة وكان من أحسن مهندسين إذاءة لعنا في تونس في المسرح وكان هو سبب وكان سيدة رجل عمتي الله يرحمه زادا كان ممثل هاوي اسمه اسماعيل بوسليمة توفى من سنتين اللي هو واحد من الرموز متاع الممثلين في مسرح الهواية ما فهماش واحد عمل مسرح هواية في تونس ما يعرش اسماعيل مثلا ما يعرش زادا مهر خاليم أنت كانت فرقة متاع قربة ومهرجين قربة الوطني لمسرح الهواية اللي هو أقدم مهرجين مختص في المسرح في إفريقيا وفي تونس اللي اليوم ما عادش موجود ما عادش موجود عنده عامين ما فهماش ينسيسيوم عندها عندك فكرة عليش ما عادش موجود؟ عندي فكرة بيانسور عندي فكرة في البداية كانت دايماً المهرجين هذاء كانت فيماً نوايا متاع التاسيس متاعه يجيوه من كل بلاسة ويركبوا عليه الناس اللي تابعين الفلان وتابعين الحزب الفلاني والفلاني من وقت بنعلي رأى من وقت بنعلي كانت فيما عارقة بين جماعة الشعبة اللي يحبوا يسيطروا على المهرجين وبين جماعة الناس اللي تحب تتعمل المسرح وكل كانت فيما العارقة هذيك ومن ناول الدنيا كانت فيما فيه تجاذبات وكل لكن وصلت من بعد في مرحلة إنه مثلاً وزارة الشباب والرياضة هي نفسها اللي تحارب في المهرجين لأن المهرجين كان يستقبل مثلاً المواكبين متاعه في درش شباب متاع قربة فجأةً فما عام قاموا وصبحوا قال لك ليه ما عادش هذي اللي حكيه شنو اوكيبي يقول دي راهوا هذي مهرجين عنده توا خمسين عام يتعامل مع درش شباب معانتها بون قبل ما كانش فما درش شباب ما مقبل ما توجد درش شباب وهو يتعامل مع وزارة الثقافة مع وزارة الرياضة كيفاش اليوم جي تتازم هتكو ميمكي نحكيو على أول مهرجين مختص في المسرح حاجة مهمة جداً طبعاً مهمة جداً معانتها يتحط في مكينة كبيرة معارجين هذا مخلقش غانب الزرالي راهوا معارجين هذا فماش مصرحين فماش ممثل من الناس اللي عملت كريير كبيرة في تونس والناس المهمين في المسرح ما تعديش مهرجين قربة لأنه كان فما ناس تمشي على سقاها منصوصها باش تحذر القربة الفستيفال معانتها كان هذيك البلاسة اللي تلمى الناس الكل معانتها أنا في التسعينات الحاجات اللي عاشتهم في صغري فكل فستيفال هذيك هما اللي خلوني لليوم شايد صحيح ونكمل ونبعد كملت في اليزاد وكله أول مرة نمثل في حياتي مثلت في مهرجين قربة زيدا معانتها معانتها تربيت فم ومش كنينة فم مبرشاني صغري يعملوا اليوم في كريير حتى البره من تونس معانيها فمانيس ناشحة في ألمانيا وفي غيرا وبدأوا من غادي مكن مهرجين هذيكا معانتها شو رسالتك اليوم كان اليوم تتوجه لهم بالكلمة أصحاب القرار في وزارة الثقافة أو الناس اللي لهين بمهرجين قربة أنا يظهر لي أنه فم فم ناس في قربة مش لأني أنا بعد معانتها أنا ما مخترت من الفين وثلاتاش أني نبعد على الفستيفال بالذات مع لي عدة أسباب لكن فم ناس وحتى هنا زادة جاهز لو كن نلقى كيفاش نعمل معانتها لكن كمش نرجع معاندي ما نعمل اليوم نشوف فينها الناس موردة تبكي يدم معانتها حاضرين يحبوا يعملوا مهرجين وما نجموش المسرح سكروه بتعلت أنه بشي تيح يمكن يكون بشي تيح مكي بشي تيح نسكروه نخليوها كيكا المسرح اللي هو معانتها وين يتعمل في وقت اللي المهرجين كان يحلم بشي يعمل مسرح آخر بعيد على وسط البلاد وكذا وشنو ولا اليوم المسرح هذي كبيدو مسكر معانتها يظهر لي أنا يلزم ينقذو هالمهرجين هذا مش طبيعي أنه تبقى الدولة تتفرش فيها كيكا لأنه فم ناس ما زالت تحب تعمل المهرجين لكن ما نقاوش كيفاش إذا كان مهرجين ميزانيتو من عام ثمانين هي نفسها مش معقولهش ما تغيرتش لتاو؟ ما تغيرتش لتاو؟ هو تنحها تاو جملة معانتها عندو دو سيسيون ما تعملش ما نعرش تنحها ولا ما زالت فم ناس شيدا صيحة شيرجا يعني تنحها عميم معانتها مش موجود دو سيسيون به زوز دورات مش موجود كنا نحكو عن البدايات من عائلة فنية هذا عاونك؟ قوله عائلة فنية بو مش مي أبان عندي أختي ممثلة زيدا طبعا هذا عاوني قلت لك أنا نذكر مليح العرض اللول اللي تفرشت فيه اللي هو عرض متاع كوميديا دلارتي وشوفت هكا الماسك متاع الكوميديا دلارتي وكيفاش من اللول وانا طفل صغير الطفل يعني ردة الفعل اللي من بعد فهمتها كانت تخوف لانو الماسك هلوين متاعو ديك ناس سيعا؟ يعتمد على تفاصيل هكا ما عندك كيفاش نقولو مكبرة شوية في الماسك متاع التجعيد متاعو الواحد وكلو فيه انكسبريسيون هكا واضحة وكل وماسك لونه غامق مهوشي لون مش ماسك كبيض ولا ماسك غي فهم يعني النظرة اللولانية كي الواحدة بعدها كالواحدة ذيكا نذكر مليح كيفاش صلحت مع شخصية اللي كان مثل في اسماعيل على يرحمه وكيفاش قتلني بتضحك اول مرة نضحك انا في مسرح وانا صغير معانتها انا في بالي هذكا هو اللي من وقتها معت شراتي حتى عارض متاع مسرحة مش كان في قربة في قربة ولا في ايبلاس ومن بعد معانتها ومن وقتها بدت بتبيع عاية الوقت اللي يوصلت وقت اللي يوصلت عمري ايه 14 15 من السنينة وقتها وقتش قلت غانم تيان والله اليوم خلطت المرحلة اني نواصل بوردوبان في الكاريرة ذي والله ما اخترت من المراقب خطرت انو حاسيت انو هذيكا هي اثنيتي معانتها اه نذكر انا حتى كيف تخلت للمعه العالي لفن المسرحي في تونس اه والناس نجم تذكر هذا فما حاجات اللي انا قريهم من قبل معانتها كنت مغروم لدرجة اني نقرأ كل شي من مسرحيات للحاجات التيوريك ونحاول نفهم ونتبع وندبر لفيديو لكن فما قبل في اليزاد فيديو تيك مهمة برشا فيها مسرحيات وتسجيلات نادرة برشا انتع مسرحيات رفيرانس مهمة وحتى بعض الافلام فكنت انا مقبل ما ندخل اليزاد نحاول نتحصل على هكلي فيديوه ذوكم ونشوف فيهم وكل فكملت حاولت نستحفظ حيتي كل على نفس الباسيون في التعامل على نفس الرغبة هذيك في التعامل مع كل كل شخصية مع كل دور هذي هو قلت في فترات انه ما حقنيش تخلت للميدان لا هذيك معانتها ولا تخلت للميدان بكل صراحة سا ديبون معانتها شو قلك في فترات قلت والله ماكرنيش حقني عملت حاجة هو في تونس اكيد تتعدى بمراحلة صعيبة وتتعدى بوقت اللي كل يوم تشك وكل يوم تقول هاي اليوم شو مبطل هنا مش مشي نعمل حاجة قلتها طبعا مشكين هنا هذو مساعة هم اللي مومون بتاع لحظات الشك في حياة الممثل شي ضروري جدا يعيش بيهم الممثل لكن انه يشك في اللي يعمل فيه فهذا هذا طبيعي زيادا مع الضغط اللي موجود في تونس هم اكثر شك في اللي تعمل فيه ولا تشك في العباد اللي تتعامل معهم تشك في نافعة الشي اللي تعمل فيه مش في اللي تعمل فيه بيدو انه هنا هذا اللي نعمل فيه بشي ممكن نكمل فيه ممكن نوصل للهدف انتاعي في النهار اللي هو الهدف الاوحد متاع كل ممثل انه يوصل يقدم عرضي للناس ويحكي لهم حكاية نخرف لهم مخرافة معانتها ويتفعلوا مع الشي اللي أنا قدمته هل انه ما زلت الناشم نواصل نكمل في الشي هذا وإلا ليه معانتها لانه تعرضك اشياء غريبة معانتها في تونس دومين كله ما هوش منظم وفما برشد وخلاق وفما ديكلون وانتي كي تبدأ وحدك معانتها ما كشتابه حتى حد يهجموك يعتبروك عدو مثلا هذي فما منه للأسف والمشكل هو انه الانتاج شوية والسوق صغيرا وكل شايفة معانتها ما هوش مزازي الناس معانتها الناس تتخاطف في وسط خبس تقلتو اكبر اصغر برشا من اللي حاضرين من اللي فام انا معانديش جوني غيانة باقو معاندي حتى علاقة بهذا انا نحب عندي هدف اسمة من هذا الكل انا عندي هدف هو هدف اي ممثل معاندي كما قلتنا اقول لك اني قدم عارض للناس بصدق معاني اني نوصل لك اللحظة لك الممثل اخر نجمي يقول لك والله انا عطيني ندبر دور مثلا من نجمي عملهم كل بش يخو دور اي كل واحد حتحر مهم يخو دور وكهو بعد كيفاش بش يعمل الدور مهمش مشكل ما يقلقش احنا فيتونسراو بش نبدأ واضحين الناس ما تعرفش تقيم ما تعرفش تقول هذا ممثل ممتاز وهذا ممثل سيء ما عندهمش المرجعية شنو معناها يسعاو انهم يحس يحس وقت يطلع ممثل يعمل 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 مختلفة مختلفة على الاخرين يحس علش لانه الناس عطشانة الناس ما عندهاش ما يش تتفرج في مئتين ممثل في العام هم بيدهم عند الممثلين في يزور ثلاثة ممثلسلات يبدوا مفرقين كل عام فيبدوا يستنيوا يستنيوا على خطر هذه كغريزة رايي في اي شعب في الدنيا انه يشوف التعبير متاعه في شخصية تشبه له في شخصية قريبة له معناها يحب يتفرج ويستهلكها كما في رمضان وعليش حتينه كله في رمضان لانه في رمضان الناس تستهلك فالحقيقة الناس تستهلك الناس تستهلك اللي موجود الكل وتتفرج في الممثلسلات الكل يمشوهم ما يخليوا حد شي وبعد يطلعوا لك يتعاركوا ويقول لك لي احنا تفرجوا فينا اكثر وحنا تفرجوا فينا اكثر يعني العملية مغلوطة فهمتني اشنوات فبالتالي الناس كيف تشوف ممثلين على درجة ضعيفة من الحرافية في التعامل مع نصه الشي الباسيت في انه يقدم عرض تبدأ هي عندها كبار وتشوف اول شي بما انها ما عنديش رفرانس متعبرش ممثلين شافتهم صعيب باش يقولوا هيدا ممثل سيء فبالنصب ليهم هيدا ممثل وجينا واحد ويعمل في قصة وكل هيداك هوا بش نتفرجوا فيه يلوجوا هما فينا السبكتاكل اللي هما متوحشين وليمشتاقين وهما بشوفوا يلوجوا فيه يجيهم شكون يقترح عليهم ممثل كما قلت اللي حاب يدور دور بأي طريقة وكل لدرني دوسي سوسي اخر مو انه يقدم عرض صادق للناس فوقت اللي يشوف يحسن العملية سهلة يقول لك شون قاعد يعمل وهو قول في النص وبر يحسها نوذكية متفرج مو شمساتك معناه فهيشوف هذك عليش اللي يخلاق في تونس الناس كل تحب تمثل يقول ينتظرون حكاية سهلة يقول لك شنية هاي هاكتو نعطيني نصتن قد نقول فيه وسلم شنحكي وزادة على الامارات على العيشة في ابو ظبي نوكم مستقر في ابو ظبي تقاريهن لهنية؟ لا لا ما عادش بديت في تجربة تأسيسية في الدولة ولي وقت اللي جيبوا قريب متين أستاذ مصرح من تونس اليوم في الامارات اول شيء لانه يعتبروا انه تونس مرجع في التكوين المسرحي هذا ساعة شيء يشرف تونس وتونس كان ديما عندها دور رأد راهوا في التعليم هوني في الامارات ومن أول من أول مبدأ التعليم كان عديد الأساذة وعديد المعلمين تونس اللي جايوا ودرسوا هنا في الدولة وبالنسبة للمسرح في تجربة ومتاع تأسيس لانهم دخلوا مادة التربية المسرحية من السنة اللولة حتى للباك اللي هي حاجة تعتبر يعني شو يقرأوا معده هنا في السنة الأولى للسنة الباكالوريا معناها بمسرح؟ مادة أساسية اللي هي مادة التربية المسرحية في كل مدارس لمرض يعني هذا شيء رائع والتوينسة هما حتى بالدكاترة نذكر منه محمود الميجري مثلا أستاذي اللي درسني في المعهد وكل هما اللي يسهموا في إرساء الشي هذا وقعدين يجتهدوا وقعدين يتوروا ويكتشفوا فتاقات وقعدين لهنا يفركسوا على التعبير اللي مرتية اللي كنا نحكيوا عليها هنا زادا يلوجوا وقعدين كيفاش يتوروا في علاقة الأجيال القادمة بالمسرح وبالأدافة أنه بطبيعة أنا نذكر أنه عندي من تلمثتي شكون مشاه يدرس في اليابان في بعثة مثلا باش يمشي يدرس مسرح يدرس مسرح هذا ما كانش موجود المسرح ما زالوا كيكتشفوه في المدارس وقعد يغير في عديد الأشياء ويأثر ويتفاعل مع شكل التعليم وعكس من كنا بعض الاعتقادات السيدة في تونس أنه هناك تعليم لا نقول لك لا رأوا فاتونة بسنوات ذوقية ورأوا يظل حتى رسموه صارت حاجات في التعاون في إطار التعليم لأنه هنا المناهج رأي تطورة برشة وكل على كل هي تجربة كانت طيب على الاختيار على الاستقرار العائلي اللي أنا أخذته في وقت الماء وتجربة أخذت وقتها ومشيت على روحها بالنسبة لأي أنا لكني ما زلت مواصلة لأنه أحيانا نعمل نعتبر أنه منواجبي أني نعدي معلومة ونساهم في تكوين الناس لكن اليوم بعيد على المدارس اليوم شوية فريلانس في دي ووركشوب حاجات نعملهم هكا مع أنتها الناس كبار شوية في العمر لأنه هناك رغبة موجودة وكل الناس تحب تشارك وكل وأنا ما نبخلش عليهم مني نقدم الحكاية بالعكس أنا شوف أني ممكن تطور مني أنا وني نجرب ونحاول وأنا ديما في علاقتي أصلا بفن الممثل هي علاقة بحث بالأساس معناها ما زلت نواصل وعمري ما وصلت للمستوى نحلم باش نخلط له مع التقاعد نحاول نقرب له مقيم في دبي في أبوظبي متحصل على الإقامة الذهبية شنو الامتيازاتها مثل الناس اللي يتبعوا فينا شنو امتيازات الإقامة الذهبية في دولة الإمارات امتيازاتها أنه معناها بشتولي عندك كيما الجرين كارت في أمريكا بشتولي أنت عندك إقامة بعشرة سنين وقت اللي يكون عندك عمل تحب تبدل الخدمة تحب تعمل حكاية لا يوجد مضطر أنك تعمل تجديد إقامة لا يوجد مضطر هنا نحبه مركز كبير إنتاج فني في العالم العربي يعني أغلب المنتجين حتى في مصر والسوق سمتاحهم من هنا وهنا فاعلين جدا في الإنتاج في العالم العربي كل فا أعتقد أنه وجودي هنا مش على حد شيء وجودي هنا لأنه فما أكثر حركة وفما أكثر شانس باش أنك تخدم في أعمال عالمية يعني فما أعمال حتى عالمية تجي تصور في أبوذابي معتا فما برشة معتا السوق محلول على برشة اتجاهات السهلة اللي قامة ذهبية رينا برشة وجوه أخذيوها زادا كي سواء دي انفلوانسر وإلا معتا عباد حتى مش معروفة برشة وأخذيوها سهلة معتا الأكسيل اللي قامة ذهبية لنا زهلة إذا كان معتا هما فيها شروط متاع المواهب والناس اللي عندها تجربة والكل اللي يحبوا يتعلموا منهم ويحبوا يجيوا لهنا ويأثروا في المجتمع الإماراتي ويقدموا شيء للبلاد هذية وكل والإنسانية بصفة عامة فهنا هما يحاولوا يحتضنوا هكالناس هذيكا وهذا شيء جميل معتا هذا هو بخلف الفلوس شنو اللي لقيتو في الإمارات ما لقيتوش في تونس بو الفلوس رلاتيف خاطر زيت احنا نعيش في بلاد غاليا شوية معتا مش غاليا برش اللي لقيتو في الإمارات ما لقيتوش في تونس أول شيء هي لا سيكوريتي أنك تحس بالأمان بالحق يعني معتا أنا نجم مثلا نوالدي نضيعو في مول ويجيبو هولي ما بو ما نضيعش ولدي أنا معتي تكسون نجم تضيع تليفونك ما نتخليه هنا ترجع بعد جمعة تلقاش بلاستو بالحق يعني هذه حاجة اكسبسونية لا مش موجودة راه ومش موجودة حتى في العالم المتقدمة كنقول وامريكا واحد الحاجة دي ما مستحيل تلقاه مستحيل ما أنت طيحت حاجة انتي تقسن تحط فاليزة بجنبك نعرف واحد هبت في متار أسطن خلال فاليزة هكا ومشي عم تليفون رجع ما لقاهيش ماذا هذه حاجة ما تسيرش هنا مستحيل هذه نقطة إيجابية هذا أهم شي مهم جدا نراه شي ذي موش صحيح مهم بخلاف أنك بالنسبة للأولاد الصغار بالنسبة الولدي الانترتيمنت والأشياء اللي يلقاها الهنام مش لقاها في تونس وكيمشي لتونسي حاولي اللوج عليها معانتا مطلع الولدي مغروم بالفوتبول يترينه في أكاديمي عنده معانتا كل شي وكيمشي لتونسي يرجع تونسي بانسور يرجع يلعب حتى في البطحانة ولي يخرج يلعب في الحومة في بركة الساحل ولا في قربة عنده صحابهم تاع الحومة يلعب معاهم فهمتني؟ هذا كان حاجة منه مش نفيعها لها تميز تونس معانتا مش هذي كمعانتا مش أنه فهماش الليكس في تونس معانتا بالعكس فما أساليب متى حياة متعود بها تونسي ويتعايش معها تختلف في صحيح صحيح معانا فمعانتا بالنسبة لي هنا كان اختيار عقلاني أساسا للأسباب العائلية ومن بعدها الكريير متاعي أنا معانتا أنا هنا نجمت يولي نخدم مع جون جيوا لشانس باش نكون مقترح في عدة أعمال عالمية وقاعدة تقرب أشياء إن شاء الله معانتا في القريب وكليك من هوني لو كنت في تونس كانت العملية تكون معاكدة شوية تقريب من البلاتفورم نحكينا لهم بكري معانتا اللي موجودين لهنات والسواق موجودة وعندك معاناها طرق أنك تخدم في أكثر من من ثنية وأكثر من مجال فيما يتعلق بالميدان ككل معاناها فهمت؟ في تونس ما فهماش برشا حلول معانتا ياما تشد معانتا هنا اخترت لسنوات إن شد نفس القلم نقعت فيه ما مشيتش مثلا قدمت إميسيون بتاع تلفزة ولا حاجة وكل لكن في تونس الناس تظتر تلقى ممثلة يمشي قدم إميسيون بتاع تلفزة ما هوش فرحان ينسر من إنو مضطر هو بش نجم يعيش؟ بش نجم يعيش؟ صحيح؟ لأنه راهو عليش مش فرحان يعني الممثل حاجته ديما يمعيش بين ذفرين ودخيلة على الممثل اضطرارا ما هوش مش معنيها هاو يفكوا في خدمة الصحفيين ولا ما فهمتني أول عمل في الإمارات المنصة كان موجودة على نتفليكس مسلسل بروديكشون كبيرة كيفش كانت أول أول ما انتهى أول كونتاكت مع البرديكشون دي؟ أول كونتاكت كان جميل نجار راهو إذن مكترفوا حاجة أنو التقنيين التوينسة والمخرجين التوينسة راهوهم جزء عرصة كبيرة مهمة في الإنتاج الكل اللي موجودة هوني راهو أغلب وأهم التقنيين متعنا اليوم موجودين هوني وموجودين في السعودية لأنهم يطمحوا بش يعملوا شيء درجة فنية مع التراقية وعنا احنا من أهم التقنيين في العالم مش كان في العالم العربي فمن جملة الناس أن وقتها كان المخرج بتاع البلاتفورم هو مجدي سميري توينس وجميل نجار كان هو مساعد المخرج فتلقينا بالصدفة في أبوذاب يقولوا شتاعمل هنين هكذا الظهوتمان كانت فرصة فرحوا هما كده وقترحوا لي الدور اللي ركبنيه ما كانش موجود راهو عمنا دور دور بسيط يعني بالجزء الأول ركبنيه و هاكا طورنيه وعملنا لكيفيش نقوله وعملنا دور في انتاج وكانت فرصة لهينا بش نعود شوف صحابي عندي برشة ما لعبتش معاهم كيما سامر وماكشيم وكل والحقيقة تجربة جميلة كانت تجربة وبعد تطور الدور في الأجزاء اللي بعض ما تخذي أكثر كي نحكيو على مسلسل المنصة بلاتفورم برابور اللي خدمتو قبل غانب راضي قدش راضي قدش نسبت ريضاك لنا ولا لنا أما خير أما أحسن أول شي ما يتقارنش الشي لأنه العمال الكبيرة واللي كانت فيها دي ما عندها دور كبيرة مثلا وكل بين ذفرين دور كبيرة لأنه شي ما يمنع أنه الممثل اللي يبدأ في دور ثانوي لكن العمال اللي موجهة لتونس حاجة والعمال اللي موجهة للعالم والعالم العربي والبلاتفورم ومعنتها سيريم تشافت حتى في أمريكيا وتشافت في بلتانيا فيها ممثلين أمريكين وفيها مشكين عرب السيبر المتاحة كانت كبيرة تحب تخرج بأبو ذبي بتصويرة أبو ذبي وبالقصة هذيك وهي قصة أونيفرسال كانت تحصل في أي مكان في العالم هذه نجم نقوله أنها تجربة عالمية في النهاية أنا عملت الدورة متاعي الرذاء بتاعي أنا أنا وعمري ما نرضى سيتون دي فورمسيون عندي أنا تظهر لي صحيحة وأنا أقصى حتى في الحكم على الخدمة نتاعي معنتها وصارت لي برشة مرات نحنا نبدأ على الميت في دي سبسيون معناها ونس تشكر وتمجد وتعطفية في الجوية ما كيف حالت دي سبسيون؟ لا ما عندها دي سبسيون يعني ست خير برسونيل المسألة شخصية برشة معنا يمكننا جاي إبزاج جاي غاي حكي على الأعمال حكي على الأعمال صارت لك دي سبسيون ولا صار لك خيبة أمل صارت خيبة أمل في بعض الأعمال لكن ما نحكيش عليه مشيت على روح إذا كان صارت لي خيبة أمل وسنة خيبة الأمل رأوا العمل يمكن نما ما تلعديش ولا ما نجاهش ما تشافش ندوك ماذا بي ما نحكيش عليه لكن عموما لا لا لكن عموما معناها الأدوار اللي أنا نقوم بها سنكون أنا قاسي في الحكم على نفسي باش ننجم نقدم من بعد هذا هو اللي نرتكز عليه باش ننجم نعمل خطوات القدام أكثر وأهم وأحسن هذا هو نقطة قوة ما هي الحاجة اللي تعتبرها نقطة قوة في مسيرتك في الأعمال اللي قدمتها أني نتعامل بشكل علمي مع مسألة الأداء مع مسألة تقمص الشخصية أني مانيش بالانتويسيون وبالفما ناس تعمل كيك هم موهوبين نراهم مقنعين جدا معناها لكن أنا نقطة القوة متاعي أني مقنن الشي يعني كله عنده مرجع ما نعملش حاجة هكيكة فما أشياء تطلع وحدها بتبيعتها معانتها هذا هو الإبداعوين بتبيعته معانتها فما في الارتجال أشياء لكن الارتجال عنده قوعته مثلا الارتجال أنا درسه بتفاصيل ونقري فيه ندرس فيه يعني اليوم كي بش نعمل أنا ورشة متاع تكوين ممثلة دوم شهرين ولا ثلاثة بش نعلم تقنيات الارتجال وتقنيات الأداء فأنا عندي المعرفة الأكاديمية بالشيء ومتعدية البدني ومعانتها ما هيش متو بلوكيا في فراسي بركة معانتها نحاول هي هذيك هي اللي تدفع فيها هي اللي لنقى فيها الحل جال تغنبين أني اللوج في ذاتي واللوج في جوانب أبداعي ونسيب روحي أحيانا وبين أنه ننقذ نفسي بالمعرفة اللي عندي هذا هو اللي خليني نجم نعمل أدوار مركبة أحيانا وكل حاجة ما معانتها في تونس معانيش بارشة الناس اللي تنجم تمشي ولا تحاول تمشي أكثر من المنتظر منها ولا أكثر من إمكانيتها أكثر من اللي تقدر عليه باش توصل لتعبيرها صادقة معانتها هذا شي راهو نبيل جدا راهو معانتها أنه إنسان راهو فن الممثل أنه إنسان يسلف فكره أحساسه وبدنه وكل شي فيه ومعانتها كيفاش نقوله الكل ومهشته وجيشه وكل يسلفه الفكرة مكتوبة حبر على ورق هي مكتوبة وبشي رجع فيها الحياة هذه حاجة تظهر لي معانتها حاجة مثالة وحاجة مهمة وحاجة نبيلة جدا فنتعامل مع المهنة بالمنطق هذا واضح به قبل ما نمشون نحكيه على معاوية أفضل دور قدمته قبل معاوية مش نحكيه على معاوية مش هو الدور اللي تعتبره أفضل دور قدمه غانم زرلي وله كل دور أنا نتصور فيما دور قريب إلى قلبك جدا يمكن هو يكرهوها الناس ونجم قريب إلى قلبك يكرهو الناس تحكيه يكرهو شخصيا شخصيا نحكيه بمسير حاجة أخرى معانتها أمان الأدوار اللي قدمتها الكل قريبة تعتبر رحك وفقت في جول الأدوار أي نعتبر أنه نوعا ما مقابلي موجود هنا وفقت بدرجة كبيرة لكن الرضاع متاعي على نفسي ما زال ما زال دي ما نقول أني يلزمي ينخلط ما عمرها ما تجاوزت الاربعين في المئة ستين ويمشاء والخرين هذك خاطرني هيك أنه نعطي تريحة الروحي بعد لنكام الخدمة معانتها يعني ما نشوفش الأشياء كما نشوفوها الناس جلاد اللي روحك بتبيعة أشياء المشاكل اللي في الخدمة مش نسكلت نجم تشوفها أنا نشوف تفاصيل حتى المحترفين يمكن ما نشوفوها نقاسي ياسر معروحي معانتها يبدأوا يقولي ليه غانم سابع أنا نعرف وين حاب نوصل ونعتبر أنه نحن عموما في تونس أو حتى في العالم العربية أنا ما زلنا بعاد ياسر على تعبيره كونية إنه وقت اللي يشوف إنسان في الهند ولا في المكسيك ولا في اليابان ولا في جنوب أفريقيا يتفرج في مشهد عمله ممثل يوصله المعنى ويتفعل معاه ما زلنا ما خلطناش لك الدرجة متاع التعبير هذيك لك العمق متاع التعبير اللي يوصل للكونية هذيك شو اللي يمنع لا ما يمنع ما عناش الفرصة باش نجرب التكنيسيان تبارك اللي علينا عنا من أهم عنا ممثلين دميدم عنا ممثلين ممتازين لهجة لا اللي يمنع الحكاية شنية الحكاية كلها دربة دربة يزمك تدرب يزمك تمثل مش الناس كل عندها فرصة مثلا تعمل عدد الدهار اللي أنا قومت بها حتى هكا عليش ديما في كل تجربة نطور علي قبلها عملت برشة تجارب ثم ممثلين ممتازين جدا ورايعين وما يرهم حتى في تونس وما عندهم مش فرصة انهم يجربوا لانو الأداء قدام الكاميراء شي مختلف فلازم كان جاء عنا مئات فيلم في العام يمكن ان اتطورنا أكثر وانو وصلنا لدرجة انو يكون عنا ممثلين من منتينة عالمية فهمت ان شاء الله انتو كان الخير لدرامتنا التونسية وأفلامنا نحكيوا على عمل العربي نحكيوا على مسلسل معاوية اللي تحكي عليها عمناول برشة وكنا نستنو فيه بش يكون موجود رمضان عمناول وحسب كلام المخرج طارق العريان في ايتي بالعربي كانت أسباب تقنية شنو ما مصير المسلسل؟ المسلسل رجعنا نصورو وطوى احنا في قلب مواصلة التصوير انا ما زلت كي كملت الدور متاعي والمجموعة الكل قاعدين يشتغلو في تونس نتصور انهم يزون بخيفو بش يكملو في ديسمبر ان شاء الله يكملو في الوقت راهو مهوش سهل راهو هذي انتاج هذا اثخم انتاج عربي في التاريخ واثخم انتاج عربي لانه ياخذ وقت اليوم نجمو ننساو به فيلم الرسالة نجمو ننساوه بالتكنولوجيا جديدة وبالدقة متاع صورة جديدة والمسلسل معاوية نسينا في فيلم الرسالة كل حاجة في وقتها مش حاجة بش تفكر بلاست حاجة الاخرة لو كنت حاب ان احكيو او سلسل عمر مثلا من عشرة سنين مسلسل عمر سار يتعدى اكثر من فيلم الرسالة لكن فيلم الرسالة هو اللي يتعدى في المولد ولا مسلسل عمر اللي عنده منه الارتيري فيلم هذا كعمر ولا يتعدى لانه يحكي في نفس الحكاية لكن الصورة اكثر دقة وطبعا انه تقنياتنا واسليبنا احنا كل كفنانين عرب يعني اتطورنا وولينا معانتها ومازلنا نتطوره ففي كل مرة مسلسل معاوية مثلا لو كان نحكي على تجربة مسلسل عمر الباب تجربة المهمة في مسير ادغاني اللي كانت الباب على يا رحمه حاتم علي كانت هي الباب اللي فتح المجال قدام معاو ياليو لانه وقتها ما كناش نشوفوا شخصيات كيمة علي بن ابي طالب ولا كيمة عمر ولا كيمة ابو بكر الصديق نشوفوه في فكسيون شوفوه معاناها ممثل يقدي في الدور فاذاك حل الباب اللي كانت عملتلك حتى مشاكل وصلت تهددت حتى بالقضي طبعا ما ميش سهلة معانتها ما ميش سهلة لانه احنا قاعدين نعمل وقتها في حاجة ثورية حاجة بش تغير في الواحد وانجحنا فيها الحامدول اللي تعدت لابس واللي اليوم عنا اكثر حرية في التعامل مع قصة تشبه لذلك في قصة معاوية عنا اكثر حرية لانه وقتها كان الحذر تاغي على الموضوع فكنت فيما خوف وكنت فيما حتى اشياء تصورناها وتقصت من بعد وقلنا فكا قالوا فكالينا ما تتعديش لكن اليوم في معاوية الفيكسيون اللي هم حاجة هم حاجة هي الفيكسيون موجودة بنسبة سبعين في المئة في القصة لانونا من نحكيه على احداث تاريخية فانتازية تاريخية يعني طبعا طبعا بالضرورة ما فماش منجموش نحكيه على مسلسل من غير فيكسيون منجموش نحكيه على فيلم من غير فيكسيون تقولي انتي هاو الشخصيات التاريخية والأحداث التاريخية ايه لكن التاريخ ما يحكي لكش وقت الي يروح مثلا معاوية معاوية من طرح مسيد جيعان بش يذوق الماكلة اللي طيبتها هند مثلا ما يحكيها لكش هذي التاريخ هذي احنا الفنانين والممثل ياخذ على عادقوا انه يتخيل كيفاش يمكن كان يعبر شخصية يخلي عاد اذا انتعاملوا مع اللغة العربية اللي هي مسألة معناها بروبليماتيك معناها لقيقة في علاقة بالأداء لانه ولا واحد يعرف شنية ممكن تكون التعبيرة متاع اللغة العربية التعبيرة الجسدية متاع اللغة العربية لانه مفيش ولا دولة عربية تتحدث العربية الى درجة انه يمكن تعتقد انه ربما في التاريخ ما توجدش توجد دايما لغة للكتابة هذي وللتوثيق وللوغة رسمية لو صح التعبير لكن كلوغة حية يتعامل بها مجتمع معين بشكل يومي هذا مش موجود فهنا زدها المهمة موكولة لنا احنا في اننا نتوروا في هك التعبير هذي لانه قولها اثنية بش توصل بسلاسة للمتفرج بش تكون مقنعة لانه عندها الكود الخاص بها هي فهذا تحدي اخر والتحدي هذي في مسلسل معاوية بالذات فيه وعي كبير به هك عليش نحس انه حتى في شكل الاداء باللغة العربية فم ثورة في مسلسل معاوية برابور للمرجع اللي كن متعودين بيه نتفرجوا فيه اللغة العربية مش مش صعيبة لك ما انت اليوم كي نحكيو على تجارب سابقة كي ما كنا نحكيو على عمر ما انت اليوم الكمبوزيسيون نحكيو على الكمبوزيسيون في دورك في معاوية كيفش اقلمت معاك كيفش كان تحضيرك ليه كيفش كان لغة العربية؟ نحكيو يعني انه انسان يفهم ويتقن اللغة العربية وينطق اللغة العربية فهذا يمكن يكون مش صعيب لكن الصعوبة اللي كنت نحكي عليها هي في انك تلقى تعبيره توصل بسهولة للمتفرج بدون ما تعمله حاجز لانه فما شكون راوك يتحطب العربية حتى هو يفهم يودي يحس روحه ما يفهمش فما حتى هتنقلوا المرجعيات الناجحة في العالم العربي انتع المسلسلات التاريخية اللي بالعربية احتكروها لسنوات الممثلين السوريين اللي هم ممثلين ممتازين فهو ذاك هو سبب اللي خلينا اليوم نكمله في نفس الثنية فخلقوا مرجع يعني وليت الناس تحس النطق بالعربية كما صار في مسلسل الكواسر مثلا هو هذك هو كيفاش يزم تكون العربية في مسلسل معاوية فما بحث على طريقة جديدة في التعامل مع اللغة تقريب تسهيل هاللغة هذية حتى في المشاهد مكتوبة بشكل سلسل قريب ديناميك ما فيه شكا يجي شخصية تحط لها بلوك متاع اربع صفحات يبدأ يقول يتكلم يتكلم وبش تكلم كده ما بيقضها اربع صفحات ويتكلم هذا صار لك في عمر؟ هذا كان وقتها تابعة تابعة كما كنت نحكي لك تابعة الحذر معناها انه لازم يقول كذا ولازم يقول كذا اليوم ما ما فماش برشة قيود اليوم كي ما قلت لك الفيكسيون تاخذ تاخذ مارج كبيرة في الحكاية متاعنا فبالنسبة لهينا نقدي في شخصية يزيد ابن ابي صفيان اللي هو شخصية شخصية صحابي يعني قيادي في جيش المسلمين وهو اخ معاوي ابن ابي صفيان الكبير واللي هو معانتها شخصية في التاريخ عرفت بانها اول والي على دمشق وعرفت انها ماتت وهو صغير لكنها شخصية مؤثرة جدا في حياة معاوية ومؤثرة جدا في القصة هذي وبتبيعة ما فماش حتى واحد عايش ولا شاف يزيد ابن ابي صفيان اللي بشي تخيل يزيد ابن ابي صفيان هو غان مزرلي اللي بشي تخيل مشيته غزرته نفس متاعه الريت ما متاعه نساق متاع الخطوة متاعه هذا الكل موكول للممثل فهمتني سهيل فاحنا الان مع تاريخ بالاخص في الجزء الاول بتاع المسلسل اللي كان مع تاريخ اليوم فم احمد متحت هو اللي يكمل في الجزء الثاني وانا اغلب العمل معانتها المشايد متاعي كانت اغلبها مع تاريخ فكنا معانتها نتعامله مع التفاصيل بشكل كش نقولك معانتها حتى نص الليل نجم ويطلبني على ريون يوم بش نحكيه في مشهد راهوا ممكن بدلنا شي ممكن فما تفصيل هذي الكلمة هذي الحرف هذي انفس هذي معانتها معانتها حارسين على كل كبيرة وصغيرة بالضبط وهذا مراه ساتي باي في دان قبلها قبلها وكشد احفظ ناسك وقول وكهو كيفش كانت تحذيرك خصوصا بعد ما خذيت الدورة؟ بعد ما خذيت الدورة تنجم تقول على غرادة يعني فيسع فيسع بدينا بدينا التصوير لكن كان موجود معانا كيفاح الخوص اللي هو ممثل معانا زادة في المسلسل اللي هو الكوتش متاعنا ولي كان معناها ملم بالشخصية لكل الحقيقة يعني في البرائي فانا وياهو كل بدينا نلقاه في الافكار اللولة خطرية الحكاية تبدأ باحساس ومبعد تتطور بش تولي اكسبرسيون بش تولي تعبير بك الاحساس اللولة هذيك ما يكفيش لازم تجادل مع شخص تلقى تكون يتعاون القصة هذيك بش تنجم تلقى ثنية تحط الشخصية في السكة بش تكمل بها كانوا العديد مع كيفاح ومع الأستاذ تارق زادة ومع الأصدقاء الممثلين اللي راهوا احنا لما كبير راهوا من تونس هم العالم العربي راهوا عنا ممثلين تونسا اللي حتى في تونس ما انتا ما نشوفوه مش برشة لكن مش نشوفوه في معاوية موجودين برشة ممثلين تونسا في أدوار رئيسية وفي أدوار ثانوية والأدوار ثانوية عندي انا أهم الأدوار الرئيسية لأن الأدوار الثانوية بكثرتها لأنه في أدوار ثانوية كثيرة في المسلسل هذية تخلي هالممثلين تونسا عليهم على عتقهم أنهم يحملوا السرد لكلهم بتاع المسلسل يعني مش ممكن إذا تاخذ الأدوار الثانوية معناها تكون ما عندهاش ما تنجحش ولا ما تختفش يمكن نضيع برشة أشياء من المسلسل بيدو فالتعامل هو على حد كيفاش نقوله ما عندها كيف كيف مع كل شخصية مع كل تفصيلة في المسلسل هذية وهذا يدقات يصنع في شيء أنا نتوقع أنه بشيكون استثنائي خاصة بالنسبة للمسلسلات التاريخية التي تعودنا نشوفوها واضح به حضور الممثلات أو الممثلين اللي تونسا مهم معنات اليوم قدش نسبة رضاك عليه معناش أنت موجود في وسلم وسلسل معنات اليوم نحكيه على سوهير بن عمرة نحكيه عايشة بن أحمد جميلة الشيحي برشة ممثلين معروفين موجودين في مسلسل معاوية كيفاش يريدت التجربة التونسية أو المشاركة التونسية في المسلسل؟ والله في كل مرة في مسلسل عربي كما هكا نذكر حتى مسلسل عمرة ولا مسلسل هذا ديما نشوف التقدير الكبير والاحترام الكبير والحب الكبير للممثلين التونسا اللي نلقاه لقيته قبل عند حاتم علي الله يرحمه ولقيته عدده عند تاريخ اللي حب يعني راهو في الكاستينج يتعدى وممثلين من العالم العربي الكل لكن اخذاء اغلبهم التونسا فهمتني شنو حابيت نقول شو السبب؟ حبا؟ لا لانهم التونسا هم اللي نشحوا في انهم ياخذوا الادوار لكلها عملت كاستينج معنتها سيلف تايب وبعثت وطارق اختار اغلبهم التونسا يعني التونسا تفوقوا على عديد الممثلين العرب الاخرين والنجم ناكد لك اللي فهمة تشرة فيها سريع يعني انتع ممثلين تونسا في المسلسل هيدا من الادوار الرئيسية حتى للادوار الثانوية اللي فهمة شكون في مشهد واحد قاعدوا يحكيوا عليها التونسا فهمة ممثلين كما قلت لك ممتازين وتفتح الباب والمجال العديد الممثلين اللي في تونس بلاسف ما يندلهمش ولا ما يستعرفوش بيهم عندها لكنه فتح المجال ونشوف ممثلين من المسرح وما كل اللي لقاوا فرصة وعملوا بشكل محترف وشكل حرافي وشكل مبدع معناها يشرف بصراح تحكي برش على المعاملة بتاع الممثلين اللي تونسا فهمة ممثلين قالوا انه فهمة سوق معاملة الممثلة تونسي او مخذوش القيمة المرجوة معانتها اليوم فهمة ممثلين عاملوا دي ديكلاراسيون مانيش بش نسميحات حد لكن اليوم كيفش كنا التعامل مع غانم في المسلسل التعامل الحقيقة في مستويه راقي جدا ما حاسيتش معانتها فهمة فرق بين ممثل تونسي ولا مش تونسي سعى غانم دولي في نظرة المخرج هو ممثل عربي ولا تونسي ممثلوا بالنسبة للمخرج هو ممثلوا فقط معانتها قتلك فهمة ممثلين عرب بالمئات عداوا الكاستينج واخذاء اغلبهم تونسا هدايا بركة شهادة وحدها للممثلين التونسا فما شفتش انا الحقيقة معاناها معاملة كانت طيبة جدا لا معاملة على حد السواء للناس الكل معانا الناس محترفين ما هومش اول مرة ينجوا جاين لتونس جاين لتونس بكلها بناسها بديكورها بالستوديو اللي فيها بالطبيعة اللي فيها شنو يخلي بعض اللحظة بالناس المحترفين اللي فيها بما في ذلك الممثلين وكما كنت نحكيلك معاناها تارق عنده احترام وتقدير كبير للممثلين التونسا وحكينا برشا على دي بارفورمانس متع عديد الممثلين معانتها اللي قتلك فهمة شكون عمال المشهد وقعد في الذاكرة متع الناس الكل معانتها انتباع كبير ياسع خليه شنو ليخلي ممثل زميل او ممثلة زميلة بش نحكي عنجيرة لا ممثل او ممثلة زميلة انه يقول انه فهمة سوء معاملة غيرها ما نعرش شنو تنجم تكون دوافع الحقيقة ما ما نعرف شوي ويمكن راه ويصور يصور يصير سوء تفاهم في لحظة مع شخص ما واحد لكن ما يتقذش عليهم ما نجم مش نقوله من بعد انه هاو الممثلين تونسا الكل ما نعرش نجم يصير سوء تفاهم الناس ما تفاهمتش على حاجة ما ملقاوش حل ما تحسس من شي ونجم يكون شخص مسؤول على عاملة معينة ما نقوله انه الانتاج هذا ما هوش مقدر ولا يعمل بسوء الممثلين تونسا هذا شيء ما هوش صحيح لا غالط مديا مديا لا ما يقارن الشيء معناها طبعا معناها مديا هو اذخم انتاج عربي معناها بطبيعة الحال ديما هي فما سوق وفما ممثل يخلص اكثر ممثل من ممثل اخر كما كل انتاج الكل مديا معناتها اا شو قولك ما جمش قولك ونيتي قاتية معا ونيتي بيام بيام خلصنا خلصنا موجود معنى فهمني في تونس في تونس البسط لك الامور غانم زرلي خلص كما ممثل عربي ولا تونسي يودي ما عاش تقولي ممثل عربي خلصت لقامة ذهبية ولا خلصت لقامة تونسية خلصت خلصت مليح خلصت بالكلية خلصت كما معانتها في الممثلين اللي عندهم ادوار رئيسية الكل معانتها وكون متين بعد ممثلين øيانس دضا bisouEN Sequama Berша وممثلين خلصتو ثمديح معانتها بتبع على هاي ذاي قولنا اضخم انتاج عربي راوم في التاريخ فطبيعي جدا أنا مش تكون ااا شامتاع واعلى ما المشاريع الطاني شو ما صيره المسادس الوقت بش نشوفوه نجم ونشوفوه مع انت رمضان الجاي ان شاء الله ان شاء الله بشيكون جزء قطب بك تسمعلك تحكي على جزء الاول جزء ثاني لا هو بتقوى لانه ما خلاطنيش يتقدم الجزء الاول في رمضان اللي فيت فانه المرة هذي بشيتقدمه 30 حلقة يعني الجزء الاول والثاني ما بعضهم فحادي ان الجزء الاول اكمل بكله كل شيء وقعدين يكملوا في الجزء الثاني اللي مازال فيه 40% فقط تصوير معنا كملت المشاهد متاعك انا كملت المشاهد متاعي الحمد لله دوك ان شاء الله حظ موفق للمستثركة كل خطر تحكي عليه برشة وقعدنا نستنى ونستنى و بالحق تونسا نستنى وفي البرفورمونس متاع الممثلين تونسا مش نلعب معك لعبة مش نخييرك بين حاشتين ديما بتوصل اي ما نحبش كوني خيرني بين حاشتين ديما سهلة 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 مسرح ولا سينيما مسرح ولا سينيما مش نقولك مسرح ما انتهى وين عندي مدة طويلة رايو عالمسرح يبقى ديما ذيك الاصل بالنسبة لي اينها ما انتهى سينيما يمكن لهو فضل اكثر من المسرح عليك ولا في مسيرتك لا 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 انا كن ما عملتش مسرح لو كن ما بجيتش من المسرح اراني ممشيتش لعبت قدم الكاميرا نحكيه على التمثيل في السينيما انا ركزت مع موضوع هذا من التجربة اللولة اللي عشتها في فيلم ثلاثون واللي كان فيها ورشة كبيرة قبل التصوير حول تقنيات الاداء متاع الممثل قدام الكاميرا وبديت نتلمس في شيء مشيه معايا دون السنس اللي يعني انا ممثل في المسرح يفكر بالنسبة للبعض يعتبروه اكثر من لازم لانه فما شيء انا منعتبروهش صحيح لكن في المسرح فما ناس تحبث نوع الممثل هكي اللي يمشي بالانتويسيون الشي اللي يلقاه توا يبني عليه ومبعدي يلقى حاجه اخرى حتى باركسيدان يزيد يبني عليها وصال السامي على الشرح وحتى وين منشي انا نخدم على شيء من وقت لي انا في المسرح وانا في المسرح لو كنت اكثر مترانسين كممثل اللي اني نحب الممثل اللي يتسمى لكتور دراماتيورج الممثل اللي عنده قدرة انه يرتجل نص قبل العرض تفهم فيها؟ فهذا اللي يسميه هو ممثل سيليبرال فما شكون يقولها ها سيليبرال هذي بالعكس انتي حاشتك بمخك معاك الوقت لكل قدام الكاميرا حاشتك بانك تكون مركز مع كل التفاصيل التقنية لانها داخلة في تركيزك ولانه هالتفاصيل التقنية هذي قد تأثر بشكل مباشر على الشخصية لانه فما المشكلة انه احيانا انت القناة ستفصل يقول لك انا نحب نمثل كيما نحب انا ورأو يقول لي ليه ما تتحركش بالكاميرا ليه 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 مش صحيح رأو وقت لي الكادر بش يحد يحدلك من الحركة متاعك ربما تأثر في الشخصية وفي الريتما متاعها ويلزمك انتي تكون عندك القدرة انك تتبنى الشي هذيك وتوظفه في الشخصية لانه الشخصية قدام الكاميرا وهذا اللي ما تتبينه المزرح ها معنا تعملول بالكل هذي تجربتي انا الشخصية معناه لانه الشخصية قدام الكاميرا تتتبنى فيك الخيط الرفيعة ما بين كل ما هو تقني وكل ما هو فكري معناه جستو ما بيه بحر ولا بيسين بحر بتبيعه عوام طبعا انا عقدت لك وعملي سبعة شهور ومية دايشتني في المئة فلوس ولا شهرة فلوس فلوس توجي شهرة بعد مدفونة ولا ملوخية ملوخية انتي مستقر مع العائلة يعني معتها عائلة الكلة عاليسة طيب ملوخية مراوض هذي مع عمورنا دنيا اخرى ولا شوف لي حل لا شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل بتبيعه شوف لي حل راو خلق شخصيات معناها لليوم التونساتي والدي يعرف السبوعي انا لا يرحم وصفيا الشاعري من معنتها حاجة تقرب تقرب الشرلي شبلة عم بتاع تونس ودنيا اخرى شو تقرب ما عارش الحقيقة ما تفرجتش ياسر انا في الواحد لكن شفت حاجات تذكر وقت حكينا عليهم وكل نرفزوني في في كنت كلاشيتهم برش مش برشة والله فهم واحد تكبر الموضوع صحافي شد ردني ما حكيت شي كنا على يديك ما انا حكيت على مشهد واحد خلقني وقتها مع انتا فيه فيجورون مربوط بالحبل وواحد يظرفيه بالكف والناس تضحك مع انتا منظورت ليش تضحك لحكيه بابليوس مع انتا الشي بعيد على بعضهم ما يتقارنش منظوري حتى ما ليهي نجم يقولولك هذا ما مزود ولا اوبيرا مزود مزود بتبيعه ما زاده اوبيرا مزوز اني نحب الموزيكة متاع الدنيا لكل ما بتبيعه المزود المزود امتي اعنا مش نوو ولا مسجات ولا شكولك كل مرة كيفيش ساعات اسهل بشتابعت بشتكتب معانته ما عاش ما عاشي ما معانته يزيبني اخترح منهم حاجة هدوما الزوز ما بعدهم ما بعدهم الزوز واعشن ولا رومانسي والله شكولك انا نعتبره هدا التصنيف تيجيري بصراحة بس ما شو نقول لك ما اكشن ولا رومانسي لا ما شو قولك ما انتي اول يعني ما نجمش يعني انا مثلا في شنوة نتفرج في هايك التصنيم في ذاك ما يقولوا هو فما فيلم رومانسي ولا انا ما نستعرش بها القصة وفما فيلم اكشن لا انا نتفرج في كل شيء نتفرج في اي فيلم مع انت انتي وين ما اكثر مع انت كاني خيروك بين زوزاب ويب باب فيه رومانسي وباب فيه اه انا انا كان حطوني بين زوزاب ويب نتعدى الباب اخر لاوش باب اخر بصراحة ما لحبش سروحي بين زوزاب ويب كل شيء المهم انو التعبير هتكون مقنعة وكهو ذكر يعني اني كاشو ولا شيك شنية الحكاية ذي اهاتا اختار شنوة ما كاشو كريد ياه متحبش يا اكما عندش قولك كاشو لا معادش تو فما لا كاش لا شيك فما توب بيب تعمل هكا بالتليفون تتعدى الحكاية اي امان ابل باي سبا لا لا احظر في تونس لاي فما ولا لا فما فما شوية مشكيمة هنا اما فما في تونس دياري ولا سهار دياري ما تخرجش تسهر لاي ما بيتوتي انا نحب الدار اكثر بصراحة اما نو خرج ناسهر بتبيع عاما مش ديما مش كنو عالي ناسهر كل يو ما لا نواضح اه رمضان عالالابويب اه شو عندك في رمضان شو فما جديد مجموع نعرفو حاجات انا معاوية معاوية بخلاف اه فما امكانية ما زالت لامر موش 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 فلوجة اثنين موجود بش يكون غانم ازرالي في فلوجة اثنين لا 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 ما لا ما تصلوش بي لا لا ما كلمني ايش حتى احد لا رغم لي انا حبيت ياسر هو المشروعة اللولة اللي شفت فيه مشاريع انتا ممثلين ممتازين جدا معانتها اه بصراحة معانتها جستيس في الاداء وفي التعبير وفي الكتيبة وشفت دي الفيرفورمانس انتا ممثلين عندي سنين ما شفتهم مش خرجوا من قالب معين نوذكر نعيم الجاني مثلا بصراحة اداء معانيها اللي يتذكر ويشكر معانيها ومشكنة برشا الكل صنز اكسبشون حسيم سيحلي الاولاد كل اللي فاتقوا انا حبيتوا البروجات ذيك بالحق يعني مش مش مطروح جملة انك تكون موجود لا لا منعرش ما ما كلمني حد وكل اما انا دي ما يصعب علي رجع على تونس راه معانتها اولا تنسيقها في الوقت صعيب عليها ثانيا انا منفتاح لأي اقتراح معانتها فما دي من تونس فما فما مشروع ان شاء لا يتم ان شاء لا يتم فما مشروع انا حابو معانيها وحابب نرجع فيها معانتها ان شاء لا يتم ان شاء لا يتم ان شاء لا يتم ان شاء الله نشكرك برشا غانم الزريلي اه تخلي الكريم تخيتهم شو تقول الناس اللي تحبك اه نقول لهم اه اللي ان شاء لا تشوفوني في اكثر اعمال اه ان شاء لا نتفرجوا مبعدنا في مسلسل معاوية ونشوفوا اه عديد المماثلين تونسة اللي تحبوهم زي دا كيما غانم موجودين في المسلسل اه وان شاء لا يكون عندي وانا احساسي يقول لي وعندي رغبة ان نرجع لانو نحس بيك كيما الواجب باش نرجع نعطي هكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال شكرا غانم تحية لكم الكل موعدنا ان شاء الله الأسبوع القادم في جولدن بودكاست جديد مع ضيف جديد تحيتي لكم الكل تحية لكيب الكل يتأمن لكم كل جمعة جولدن بودكاست على مواقع التواصل الجميع ولبلاتفورم الكل تحية لكم أجمل تحيات سواء الغداوي نحن بنشكر لكيب الكل اشتركوا في القناة